Ohhh.... لووالله بالجميع معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة ؟ ان شاه الله طيبين يا جماعة أنتم رهيبين انتم رهيبين ايش التفاعل الحلو هذا أنا أعمل اعمل فيكم والله ما اكبر يانعطي بلسان ما عاد عارف مش يقول مره شكران شكران الحرق وما ادراك ما الحرد عبدو حريقة وما ادراك ما عبدو حريقة الوجيه وما ادراك ما الوجي اللي يتكلم عن مشاهد الحلقة الجديدة ولا يعطي الناس خبر اوه من نقي وجيه ليش ليش والله يا ناسف يا جماعة ما راح اكررها وعد وعد قبل نبدأ في فيديو اليوم ونسولف في باب ما جاء في حلق الافلام والمسلسلات عندي لكم اعلان سريع لتطبيق على الجوال صدقوني هذا الاعلان بيكون جدا مفيد لكم بقدر ما هو مفيد لي الان انت مسافر يا حبيبي ولا جالس تتمرن في النادي او جالس تطبخ او تسوي اي شغل في البيت وودك تستفيد من وقتك وتسمع لشي مفيد غير الاغاني وغير حلقات الوجيه الرهيبة تطبيق ستوري تيلي يا عزيز الوجيه بيكون صديقك في هذه اللحظات قل لي ليش ليش هذا التطبيق اللي يسلمكم تطبيق لكتب صوتية او كتب مسموعة بمعنى انك تقدر تختار كتاب من بين الاف الكتب في هذا التطبيق وتسمع ممكن يكون كتاب ادبي او فلسفي او تطوير ذاتي او تاريخي او حتى روايات جريمة وخيال علمي او تشويق او ممكن تكون روايات تم تحويلها الى افلام ومسلسلات يب مثل سلسلة صراع العروش الشهيرة وفي انجليزي وكمان عربي شغل الكتاب يا حبيبي وعيش واستمتع من ميزات التطبيق الجميلة هي انك تقدر تسرع صوت الكتاب بالسرعة اللي تناسبك وكمان تقدر تحمل الكتاب بحيث مثلا لو ما عندك نت بر البيت خلاص الكتاب موجود تقدر تسمعه من دنت بالاضافة الى خاصية تسمح لك انك تحفظ مكان وصولك في الكتاب لوقت اخر كل هذه الميزات وغيرها موجودة في تطبيق ستوري تيل الجميل التطبيق يكلفك اشتراك شهري قدره 10 دولار فقط بس لا تشغل بالك تقدر تشترك مجانا ولمدة 14 يوم جرب التطبيق بكامل ميزات لو اعجبك اشترك فيه ولو ما اعجبك منت خسران حاجة وتأكد دائما عزيزي الوجيه ان قراءة الكتب اول استماع لها رح يكون سبب في تطويرك واضافة الكثير لك عن نفسي صاير اواجه صعوبة في قراءة الكتب المطبوعة بسبب ضيق الوقت ولكن هذا التطبيق فعليا بيكون خير صديق بالذات اذا كنت مسافر ومع كوباية قهوة يا السلام التطبيق وكافة التفاصيل موجودة في اول تعليق كلمة حرق او مفهوم الحرق قد يتفق الناس في تعريفه ولكن قد تختلف ردود افعال الناس تجاه الحرق في ناس تتقبل الحرق وما عندهم مشكلة والله يرزقنا طولة بالهم وفي ناس تتقبل جزء منه يعني يحرق علي بس بحدود شوأني كده وفي ناس لا قط احمر لو تحرق علي ممكن يقطع علاقة فيك ويعطيك بلوك في كل مكان ولو قابلك كده في الشارع يعطيك وضعية حقيقي يا جماعة فلو حاولنا نعرف كلمة حرق بابسط طريقة خلينا نقول ان الحرق هو افساد متعة فيلم او مسلسل او انيمي معين بمعرفة احداثه كاملة او جزء منها وفي غير وقتها وبدون رغبة منك اوكي اوكي النوع الاول وخلونا نسميهم حدي معلومة هذه الفئة من الناس حتى التريلرات يعتبرونها حرق يب صدق او لا تصدق عزيز الوجيه في مجموعة وفئة كبيرة من البشر يشوفون ان التريلر حرق وانا شخصيا اعرف اثنين من اصحابي يرفضون يتابعون تريلرات تقول له يا عمي انت ترى التريلر يعتبر تشويقه ايش بك يعطيك نوبدة بسيطة عن احداث الفيلم علشان تتحمس وتعرف انت رايح تتابع ايش يقول لك لا بلا تريلر بلا بالطيخ التريلر بالنسبة لي حرق ترد عليه انت وتقول له طيب يا حبيبي على اي اساس تتابع الفيلم كده تشوف البوستر وتروح بعضهم ممكن يقولك ايوة اشوف البوستر واروح يكفي وبعضهم يقول لك لا طالما انه الفيلم لمخرج معين انا اثق في اعماله خلاص ما يحتاجه تابع التريلر ولا شيء طيب حيلو الفيلم ماهو المخرج تثق في اعماله ايش بتسوي يقول لك بسيطة ممكن يكون الفيلم لممثل معين انا احب افلامه اثق في اختياراته خلاص ما يحتاجه تابع التريلر ولا شيء يقول له طيب الفيلم ماهو المخرج ولاهو الممثل انت تثق فيهم كيف تقرر تتابعوه أكيد حتشوف التريلر الحين صح يقول لك لا هنا يجي دور مواقع الأفلام أروح يا حبيبي أدخل على موقع آيم دي بي أو روتين توميتو أو روتين بطيخة أي أن كان موقع الأفلام وأروح وأقرأ وصف الفيلم وأخذ الفكرة الكافية عن نفس سطرين أو ثلاث أسطر وخلاص يعني مثلا فيلم تينيت أروح أدخل على موقع آيم دي بي وأقرأ وصف الفيلم وخلاص ما يحتاج أشوف التريلر وصف الفيلم يقول لك رجل مسلح بكلمة واحدة شوفوا هو جوهم صعب وعياتهم صعبة بالذات في عالم السوشيل ميديا بس خلاص هذا جوهم ولازم نحترمه يشدق لك إنت وفي النوع الثاني وخلينا نسميهم حدي تريلر هذا النوع يا حبيبي يتابعون التريلر الأول والثاني والثالث ما عندهم مشكلة مرة يتابعون حتى لو نزل سنيك بيك أو مشهد تشويقي طويل ما عندهم مشكلة يتابعوه بس أي شيء ثاني خارج إطار التريلر ما يهمهم ويعتبروا حرك وإذا في أحد تابع الفيلم قبلهم أول مسلسل يفترض أنه ما يحكيهم عن أي شيء ثاني خارج إطار الأشياء اللي شافوها في التريلر أوكي حكي لي عن تقييمك وهل أعجبك ولا لا احكي لي عن التمثيل وعن التصوير وعن الموسيقى وعن السلبيات والإيجابيات مرة عادة بس يا وإلك تتكلم عن القصة وعن الأحداث غير اللي ظهرت في التريلر لا وألف لا كمان هذول الفئة ممكن يتابعون مراجعات خفيفة على اليوتيوب يعني مراجعات بدون حرق كذا مراجعة خمس دقائق عشر دقائق عادي يتكلم فيها عن مين المخرج مين الممثل بلا 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 وهذا النوع من الجمهور تقريبا يمثلون أكبر نسبة من المجتمع وفي النوع الثالث وخلينا نسميهم يا عمي ما حتفرق ايش قاعد تقول يا وزيه يب اللي انت فهمته هذول الفئة يشكلون نسبة بسيطة ونادرة من الجمهور متصالحين مع أنفسهم ومع روحهم ما يفرق معهم الحرق وصدقني لو أنا ما أعرف واحد منهم شخصيا واسمه ماهو تركي كان قلت مستحيل في ناس زي كذا ايش اللي ينحرق عليها ما يفرق تجي تقول له مثلا في الفيلم الفلاني البطل يموت في حادث سيارة انت على بالك أنك حرقت عليه وتتوقع أنه مجهور الحين لا يقول لك حلو الآن عرفت أن البطل بيموت باقي أعرف كيف بيموت وليش بيموت وإيش الأشياء اللي حصلت له علشان يموت ومع من بيتقابل وإيش قصته وإيش تفاصيل حياته في الفيلم هذا عندي ساعتين أو ساعة ونص أي أن كانت مدة الفيلم أستمتع فيها وقفت يعني على أن البطل بيموت لا تقول له يا حجي أنا حرقت عليك حرقت عليك يقول لك لا أنا ما أعتبره حرق أجل تعتبره إيش يروح أمك يقول لك الموضوع أشبه بالتشويق بالنسبة لي أوكي أوكي إيش نسوي ترى موجودين هذه النوعية موجودين ويسعد اللي أم جوكم أنت رهيبين طبعا هذه النوعية عبدو حريقة يتحول إلى صرصار قدامهم يتدمر ينهار يحرق يحرق ما في فائدة تلاقيه إيوه كمل كمل عادي عادي كمل ينهار عبدو حريقة ينهار أمامهم عبدو حريقة زي الضفدع هنا دوبك ما خلص الحلقة السادسة من أتاك ومتحمس تروح تكتب تغريدة وتوصف فيها مدى روعة وقوة الحلقة وفجأة وبعد ما كتبت التغريدة جاك عبدو حريقة في المنشين سلام عليكم الحلقة السابعة بتكون كده كده ليه بس كده بس كده بس أنت الحين انحرقت عليك الحلقة السابعة وخلاص انتهى هنا الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام نوع يروح يتأكد من المعلومة ويحرق على نفسه أكثر وأكثر ويجيب أم العيد ويمكن يوقف متابعة وخلاص يجلس يلعن الظلام ويسوي مشاكل ونوع ثاني يمسك لك عبدو حريقة وسب ولعن وشتايم وكسمك وكقرش وكحوت ويختمها ببلوك وبعدين يكمل حياته كده بنفس يومين وخلاص أمري لله ويش يسوي والنوع الثالث اللي يسوي نفسه أهبل يعني اني ما شفت حاجة لا 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 ماهو حرق ماهو حرقي يمزح هذا يمزح 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 والله يمزح وفيه النوع الثالث اللي زي ما قلت لكم ما فرقت معه يقرأ الحرق من هنا ويكمل حياته ما فرقت معه مرة لا حياته لمن تنادي وفي كل حال سواء كنا من ذول الثلاثة واربع الأشخاص في كل حال قبح الله وجهك يا عبدو حريقة البعض يحرق بدون قصد فتلاقي ينزل مشهد من حلقة أو من فيلم ويمدح روعة وجمال هذا المشهد ويتفاجأ ان التعليقات كلها سبه لعن يا حيوان ليش تحرق كسمك كقرش كحوت ويرجع يعتذر لانه ما كان يقصد وهذا النوع عمرهم هين لانهم يتعلمون من أخطائهم ومعاد يعيدونها واذا عادوها يروحون يكتبون قبل ما ينزلون اي شي انه في حرق انتبهوا بلا 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 وفي النوع الثاني اللي يحرقون لانهم يبغون يحرقون كذا الموضوع بالنسبة لهم عناد اكيفي انا ابغى احرق لانني استطيع وهذا هو عبدو حريقة عزيزي الوجيه عبدو حريقة قرأ المانجا وحزين جدا انه قرأ المانجا مرة منفس شايف الناس متحمسة ومبسوطة وتحلل وتتابع حلقات الوجيه وده يعيش هذه اللحظات معانا بس مو قادر لانه عارف اش بيصير محد قل لك يا حبيبي تروح تقرأ المانجا يا ثالح فيقول لك علي وعلى اعدائي بسم الله ويبدأ يحرق على كل شخص يقابله في طريقه يدخل على مراجعات ويحرق يدخل على منشورات ويحرق يخش تويتر ويحرق خلاص كده ينهار يبغى يحرق على كل شخص قدامه عبدو حريقة يا حبيبي شاف الوجيه يتكلم عن وعن ليش تتابعوه فيروح ينزل في التعليقات ويحرق لك على خلق الله ليش كده هو كده سايكو وحيت ما عنده اصدقاء وحياته خاوية مثل عقله فهي خلاص يقوم يحرق عبدو حريقة يا جماعة شخص مجهول قد يكون بيننا الان وقد يكون انا وقد يكون انت وقاعد يضغط لايك ويتفاعل معانا بس عنده حساب ثاني وهم يروح يحرق على خلق الله عبدو حريقة يعني اشبه براينر عنده انفصام شخصية يتابع ويضحك معاك من هنا ومن وراك يروح يحرق على خلق الله مو شرط يحرق عليك انت يحرق على سنانين كل اللي اقدر اقوله سحقا لك يا عبدو حريقة هنا السؤال اللي حير العلماء والمراجعين وحير عبدو حريقة شخصيا في اكثر من مقالة تكلم في هذا الموضوع يقولك لما تقول لواحد ان بطل الفيلم بيموت في مرحلة ما انت ما حرقت عليه بقدر ما انت فقط قتلت عنده جزئية التوتر كيف يعني يقولك العادة لما تتابع فيلم وفيه شخصية عاجبتك او حبيتها وتعلقت فيها غالبا يكون عندك نسبة توتر بسيطة وقلق وخوف على هذه الشخصية انها تموت وهذه النسبة البسيطة من التوتر والقلق رح تفقدك جزء كبير من متعة الفيلم لا شعوريا ورح تشتتك عن التركيز في بعض الامور الثانية في الفيلم ويفترض انك راح تستمتع بالفيلم بنسبة اكبر لو انك عرفت من بدري ان البطل بيموت كيف شلو زي يعني خليني اعطيك مثال من ارض الواقع الان فيلم امريكان بيوتي اللي نزل سنة 1999 فيلم درامي ويعتبر واحد من اقوى الاعمال اللي نزلت في اواخر التسعينات فيلم فاز بخمس جوائز اوسكر من اصل ثمان ترشيحات اذا ابدا فيلم مرة قوي وتقييمه ثمانية فاصلة ثلاثة من عشرة تدرون ايش اللي صار البطل مات في النهاية يا وجيه حرقت علينا الله يحرقك لا يا حبيبي غلطان ما حرقت عليك اول ما يبدأ الفيلم في اول تقريبا عشر ثواني تنحرق عليك النهاية ها ايش يب تعال اكمل لك يبدأ الفيلم كده بتصوير جوي فوق احد الاحياء ويبدأ بطل القصة كيفن سبيسي يحكي بصوته ويقول اسمي هو ليستر وهذا الحي اللي انا ساكن فيه وهذا الشارع اللي قدام بيتي وهذه حياتي عمري 42 سنة وفي اقل من سنة راح اموت بوم انحرقت عليك النهاية يلا قفل الفيلم اتحدك تقفل الفيلم صدقني ما راح تقفل اللي حصل ببساطة الكاتب بعبقريته وذكاءه خلاك تتخلص من جزئية التوتر والقلق من بدري وترك لك سؤال كبير فوق راسك من بداية الفيلم كيف راح يموت ليستر وليش راح يموت ويش بيصير طول الساعتين هذه البطلة الفيلم ويش التفاصيل الثانية اللي موجودة في الفيلم واللي شافوا الفيلم هذا غالبا راح يتفقون معايا انه فيلم امريكان بيوتي واحد من اروع اعمال الدراما وبالرغم من انه الحرقت علينا نهايته قبل ما يبدأ الفيلم طيب السؤال الحين هل لو عرفنا انه بطل الفيلم بيموت من البداية هل راح يكون الفيلم بنفس قوته او لا لو تجاوزنا اول عشر ثواني وخلينا الفيلم يبدأ بدون ما نعرف انه البطل بيموت هل راح نستمتع بنفس القدر من المتعة ولا لا ودي اقول لك صراحة انه في طريقة فعالة مية بالمية بس عبدو حريقة وقافلة بيظهروا لك من كل مكان تكون تتمشى في تويتر بوم انحرق عليك شيء تكون تفرفر في الانستجرام بوم عبدو حريقة مسوي ايدت وحرق يو ايه اغاني وفل وحرق تكون تتفرج على مراجعة الوجيه بوم الوجيه تكلم عن مشاهد النهاية وحرق عليك الله يسامعك يا وجيه راح عيدها قلت لكم على كل حال مع تطور السوشال ميديا وكثرة البرامج والتطبيقات غالبا كل شخص في هذا العالم انحرق عليه شيء بطريقة او باخرى ولكن دائما حاول انك تنظر الى الجانب الممتلئ من الكوب يعني لو صح القول لو انحرق عليك فيلم او مسلسل يعني تذكر انه الفيلم او المسلسل ما هو واقف على هذا الحدث بالتحديد وانه قدامك فيه اشياء كثيرة ومفاجآت كثيرة تنتظرك غير هذا الحدث وبس والله حبيت شارك معكم هذا الموضوع البسيط لانه صراحة صاير حديث الايام الفترة الاخيرة فقلت لا لازم نتكلم فيه فايب لايك واشتراك لو منتا مشترك وفعل جرس التنبيات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول وشاركني رأيك في التعليقات واي نوع من الناس انت في طريقة تعاملك مع الحر كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم